تعتبر مشاركة النساء في ليبيا خاصة في الحياة السياسية مازال محتاجة أن نحن نكون عندنا دور أكثر كنساء مهتمات بأن مشاركة المرأة تكون فاعلة بشكل كبير وأنها تكون قادرة على تحقيق التغيير سواء في المشاركة في السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو حتى في مواطن صنع القرار في بعض الوزارات أو حتى في المجالس البلدية خلينا نقول أن الاجتهادات في السنوات السابقة من قبل النساء اللي هنا كان جزء من الحياة السياسية واللي هنا مازال نجتهد أن يكون جزء من الحياة السياسية المستقبلية في ليبيا كانت لبأس بها ولكن ما كانتش بالقدر الكافي ليحققنا نحن كنساء الرضا الكافي على أداء النساء في مواطن صنع القرار يعني من التحديات اللي كانت تتواجه في النساء واللي كنا نحن مهتمات بها بشكل كبير وكنا دائما نلاحظوا فيها سواء في المشاركة في الانتخابات أو حتى في انخراطها في المؤسسات السيادية أو حتى في السلطة التنفيذية كانت تواجه فين تحديات كبيرة جدا من أمرز التحديات أن اختيار النساء اللي يكون المشاركات ما كانش مبني على معايير واضحة وشفافة وكانت ترتبط بشكل كبير ذو علاقة بأداء هنهن أين كانت المشاركة اللي هنا حيكون الجزء منها فدائما نختيارات بالنسبة لنا نحن كمتابعات كنساء يهمنا أن مشاركة المرأة تكون فاعلة دائما كنا نلاحظوا أن المعايير مش واضحة أيضا كان فيها بعض التحديات التي تواجه في النساء ومشاركات في مجالات الحياة المختلفة والمن أبرزها الحياة السياسية كان الوضع الاقتصادي لبعض السيدات اللي هنا يمتلكن القدرة ويمتلكن الخبر الكافية في أن هنا يكونن سواء في السلطة التشريع أو في السلطة التنفيذية لكن سوء الأوضاع الاقتصادية ما كانتش عامل تتيح الفرصة لهن أن هنا يكونن مساهمات بشكل حقيقي في المجال هذا أيضا كان ضعف تلقي قدرة أو فرصة على تلقي البرامج اللي هي تساهم في أن تعزز دورهن بشكل كبير في الحياة السياسية أو في السلطة التشريعية خلينا نحكو عليه مشاركة المرأة في الحياة السياسية واخترنا منها السلطة التشريعية واللي هي اختيار يكون من قبل المواطن بشكل مباشر وبألية ديمقراطية فعن الموضوع كان مفتوح بشكل يعني خلينا نقوله معيير الاختيار ما كانتش بالنسبة للمواطن واضحة بقدر ما هي كانت مبنية على عدة عوامل لها علاقة بالجانب الاجتماعي لها علاقة بالتحديات اللي ممكن تواجه النساء في أنهم هنا ينخرطا أو يتقدما بأوراق التراشح يكون متراشحات وممكن أن أي متراشحة من المفترض أن هي يكون عندها حملتها الانتخابية أن يكون نصورها في المنتشرات في الشوارع أنها تكون مثلا مساهمة بتعرض حملتها الانتخابية أو خطتها الانتخابية من خلال المنابر الإعلامية فكانت هذه من التحديات اللي تواجه في النساء من قبل الأسرة فبعض النساء اللي يمتلك القدرة أن هنا يكون جزء من الحياة السياسية هذه امتلعا أنها يكون جزء منها بسبب معارضة أسرها أن هنا يكون يطلعا في الإعلام أن تكون صورة المرأة هذه قاعدة مثلا معروضة في الشارع وتعرض رسالتها الانتخابية والخطة متاحة للمواطن أن هي تتواصل بشكل مباشر من خلال البرامج اللي ممكن أن هي تنظم كالمناظرات وكالندوات وكالبرامج اللي هي تستهدف المواطن بشكل مباشر وتكون من دورها تعزيز العلاقة بين المواطن وبين السيدة هذه بحيث أنه يطلع على ما تقدر السيدة هذه تقدمها من خلال انخراطها في العمل السياسي كيف أن يكون في ثقة متبادلة بينها وبينها خاصة وأن صورة نمطية المرأة في ليبيا دائما هي الصورة التي خضينا عليها على مدار سنوات إن نساء دورها النمطي ممكن أن المرأة تكون معلمة المرأة تكون موجودة حتى لو كانت مخارقة في الوزارات فدائما تخصص وزارة الشؤون الاجتماعية للمرأة في مشاركة سياسية حقيقية فيها تحدي كبير للمرأة أن هي تكون مخارطة فيها إلا لما كان في حكومة الوحيدة الوطنية تفجأنا أن كانت في دور للمرأة أنها تقلدت منصب وزيرة خارجية فهذه كانت نقلة نوعية بالنسبة لنا نحن كنساء في ليبيا أنها تكون في وزيرة خارجية مرأة طريق أن دور النساء يكون أكبر من هيك في ليبيا ولكن مع الأسف لكونها مرأة كانت دائما هي العرضة الأولى للنقد والتنمر كل عمل تقوم به وزيرة خارجية هو محط للانتقاد من قبل المواطن على عكس الأداء التي كان يقوم به الوزراء الرجال هذه واحدة من التحديات التي تواجه فينا في ليبيا كنساء عند هن بيئة يعني خلينا نقوله يشوبها الكثير من التحديات والمشاكل والعرقية للي هي تحتاج المرأة أن هي تكون علي دراية بها وفي نفس الوقت تشتغل علي نفسها أن تكون عندها القدرة الكافية على أن هي تتخطط تحديات هذه دورنا نحن كنساء مفترض أن نكونوا داعمات للسيدات اللي هن مشاركات في الحياة السياسية فشم مفترض أن نحن كنا نشتغل أو خلينا نقوله كان فيه أساسا مبادرات سابقة أن هي مثلا على سبيل المثال نسبة مشاركة النساء في السلطة التشريعية وأيضا نسبة مشاركتهم في السلطة التنفيذية وخاصة بعد حوار جنيب لما كان فيه اتفاق نتيجة الاتفاق هذا كانت مشاركة المرأة 30% على الأقل أن يكون الجزء من السلطة التنفيذية ولكن مع الأسف مشهدنش أن كان فيه تطبيق فعلي للاتفاق هذا ومشهدنش أن المرأة يكون دورها 30% على الأقل من السلطة التنفيذية ولكن على الأقل كان فيه مساعد كان فيه حملات مناصرة كان فيه برامج كان فيه مبادرات محلية من قبل النساء المهتمات والناشطات الحقوقيات والسياسيات أنه يدعم انخراط النساء في المناصب السيادية في السلطة التنفيذية وأيضا يدعم النساء الذين عندنا الرغبة أن يكون الجزء من السلطة التشريعية قادت النساء الكثير من البرامج التي هي من دورها أنها تعزز دور المرأة في ليبيا سواء بتقديم البرامج التدريبية سواء بدعمها في طرح القضايا والمشاكل التي تواجه في المجتمع الليبي بشكل عام وكيف أنه مفترض أن المرأة تكون على دراية بالمشاكل هذه بحيث أنها تكون محط اهتمام النساء اللي هنا مخارطات في الحياة السياسية مستقبلا وكيف من المفترض أنها تساهم في أنها تحد من المشاكل هذه وتحد من معاناة المواطن في عدة مجالات دور المرأة في ليبيا من المهم جدا أنه يكون بارز وأنها تكون شريك أساسي في عدة مجالات مجالات اقتصادي اجتماعي سياسي في عدة مجالات مختلفة يعني خلينا نقول المرأة بشكل مباشر هي الأم والزوجة والأخت والابنة وهي يعني على دراية مباشرة بالقضايا المجتمعية وهي عند تأثير المباشر على الرجل أنها هي مثلا ممكن لو حتى كان فيه مثلا نزاعات لو كان فيه مثلا خلينا نقول مبادرات مصالحة محلية محتاجة أن المرأة تكون جزء منها فهي من المفترض أنها تكون جزء من المبادرات هذه لأنها مؤثرة بشكل مباشر بأنها تحد من النزاعات بحيث أن نحن نثبت دورنا كنساء قادرات أن نغيروا أن نحن نشتغلوا على غيرنا من النساء ندعموهم لأنه يكون جزء من أي مواطن صنع قرار أخرى سواء في السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية في المجال السبلدية أيضا وليتعتبر مهمة جدا في أنها تقدم الخدمة المباشرة للمواطن نحن لما نحكو عن تسلسل سلطات المواطن من وين يتلقى الخدمة بشكل مباشر الخدمة المباشرة يتلقاها المواطن على صعيد البلديات على صعيد المحلي البلديات المجالس البلدية هي دورها مباشر بالمواطن فدائما نشهد أن النساء في البلديات من حيث العدد نسبة وتناسب هنا دورها لا يذكر وجودها لا يذكر ولكن هذا يعكس أيضا على دورها في المجالس البلدية والتي تقدم الخدمة المباشرة للمواطن فالجزئية أن نسبة مشاركة المرأة في المجالس البلدية ضعيفة هذه ليس بس القانون هو السبب فيها لأنه حط نسبة مشاركة المرأة هو ليحدد نسبة مشاركة المرأة القانون قال على الأقل ولكن هذا ما يمنعش أنه ممكن يكون خمسة من أصل سبعة نساء الشيء هذا المشارك فيه عدم وعي المرأة نفسها بأنها تقدر تكون جزء من المشاركة أو تدخل انتخابات على القائمة العامة مش بس تحصر نفسها في القائمة الخاصة لأنها لو كل النساء حصرت نفسها في القائمة الخاصة فنحن نشوف مرأة وحدة في المجلس البلدي لو رجعنا للقانون ولكن لو النساء تجرأا ودخلا على القائمة العامة ونافسا نرجح يكون فيها على سبيل المثال وعدم ثقة النساء في قدرتهم على المنافسة في الانتخابات والمنافسة على القائمة العامة بشكل عام ممكن نأخذ تجربة انتخابات الوحات على سبيل المثال كانت المنافسة من قبل النساء ترتكز أو منحصرة في القائمة الخاصة فكانت النساء المتقدمات أن هنا يكونوا جزء من المجلس البلدي يعني ما فيش وحدة فيه نافست على القائمة العامة ونتيجة كانت أن اللي فازت من النساء عدد الأصوات ضعف عدد أصوات أعلى فائز من الرجال الشيء هذا يعطينا انطباع أن المرأة في المناطق هذه تحديدا خاصة وأن النساء في المنطقة الوسطى وفي الجنوب يعتبرا من أنشط النساء على مستوى ليبيا عندهم قاعدة شعبية كبيرة جدا ولكن ما عندهمش الثقة أنهم يخوض التجربة أو ينافسن الرجل في الحياة السياسية أو في المشاركة على صعيد المجالس البلدية لو أن سيدة هذه كان عندها الثقة الكاملة أنها تكون منافسة على القائمة العامة هي كانت ستكون جزء من المجلس البلدي وأيضا كانت ستعطي فرصة لسيدة أخرى أنها تكون شريكة معها في المجلس البلدي بمنافستها من القائمة الخاصة والتي هي التحصيل حاصل ستكون نتيجتها مرأة مشاركة مرأة قادة موجودة عندنا في صندوق الشرعية أو تنفيذية أو أي كان ولكن نبو أنها تكون مرأة فاعلة قادرة تمتلك الخبرة تمتلك المعرفة الكافية حتى لما تكون موجودة في جلسات ويكون في طرح مقترحات ويكون في مبادرات من قبل النساء هذين تكون المبادرات تلبي احتياج المواطن بشكل عام ورضانا نحن كنساء على أداء المرأة بشكل خاص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر